ورقة ايران التي تلوح بها دوما امام سياسة امريكا بفرض العقوبات على طهران هي ذات الورقة التي تضغط بها على السلطات الايرانية على البيت الابيض كلما تعرقل الملف النووي في المباحثات مع القوى العالمية ترى ايران ان قوتها التفاوضية تنبثق من زيادة انتاجها النفطي كما تدعي في بيانات صادراتها الجديدة على انها وصلت الى انتاج ثلاثة ملايين وثمان مئة الف برميل يوميا تلك الفائدة الانتاجية التي تبحث طهران عن اقصى درجاتها لن تتحقق كما ترى دول العالم الغربي الا بعد سنوات في حال تحقق اتفاق نووي جديد ولم تظهر اية تحقيدات جديدة نتيجة تصرفات ايران المضطربة في المنطقة وعلى هذا فان سياسة امريكا الخارجية ترى ان طهران الذي تحاول الوصول الى مزيد من التنازلات في المحدثات النووية مع امريكا جعل الاخير ترفع معدل التدخم السنوي في ايران الى اربعة وخمسين في المئة ما عمل على مضاعفة اسعار المواد الغذائية الى اكثر من الضعف في الشهور الاثني عشر الماضية وسائل اعلام ايرانية رسمية ذكرت ان طهران شددت على ضرورة رد الامريكي لانجاح السفقة الكرة التي تقذفها امريكا في ملعب ضهران تردها الاخيرة بحجة عرقلة الغرب للمفاوضات النووية وهنا تجير ازمة الملف النووي الى ان تعمق فشل المفاوضات قد يرفع مؤشر التوتر بين طهران والغرب سيما مع عدم قناعة واشنطن على ازالة الابعاد العسكرية من برنامج ايران النووي اشتركوا في القناة